اشتركوا في القناة سياسية اقتصادية لا منع ان كانت كروية في بعض الاحيان ان كان الحدث بيفرد نفسه منذ الاحداث بتفرد نفسها النهاردة خلال الساعة الثانية طبعا زيارة رئيس سلوفينيا او رئيس سلوفيني بيزور مصر طبعا ده منذ استقلال سلوفينيا لمعرفش عن البلد دي سنة 91 وهذا رئيس شخصيا كان يعني رئيس وزراء سلوفينيا قبل ان يتولى مقاليد الحكم في سلوفينيا طبعا قلنا قبل كده اكتر من مرة انه السياسة الخارجية المصرية بتشهد في الوقت الحالي او بتحصد ثمار الانتعاشة اللي شافتها بعد طبعا 30 يونيو وتغير النظرة الى مصر ده خلال الساعة الثانية اما خلال الساعة الاولى كما اعتدنا ان احنا بنجوب طبعا ارض المعمورة وبنشوف ايه اهم الموضوعات والاخبار اللي بتحتاج قراءة واستفادة وفي نفس الوقت بتحتاج القاءة ضوء عليها اول موضوع يمكن عندنا النهاردة اقرب الى موضوع يحزن شوية موضوع انساني بحت لكنه في المقام الاول بيتحاول الى تجارة تجارة البعض بيراها مربحة بشكل كبير جدا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مش بس بتعاني منها مصر بيعاني منها الكثير في العالم يمكن الكل يتذكر سيناريو 2009-2010 او 2008 بداية لما بدأ الازمة العالمية واللي حدث طبعا في بعض البلدان العربية الشقيقة وكذلك الولايات المتحدة الامريكية يمكن العالم كله بيشعر بيادر ركود مرة اخرى مع بداية دخول 2017 على المهم عشان بس ما اخرجش من اطار موضوعنا موضوع عن التجارة بالبشر تحديدا التجارة باعضاء البشر عنوان غليظ عنوان مؤلم عنوان صعب في هذا التوقيت ولكن في بعض الاحيان هناك بني يستغل الظروف الاخرين بشتى الطرق باي طريقة يتربح منها فاكرين يعني التجارة بالاعضاء زي مثلا بياخد ناس يهربهم في المراكب وبرضو ممكن يعني لقدر الله بيلقوا حدفهم هيئة رقابة الادارية فجر اليوم قامت بضبط اكبر شبكة دولية لتجارة الاعضاء البشرية الشبكة بتضم مصريين وعرب تستغل الظروف الاقتصادية لبعض الموطنين لاتجار بالاعضاء البشرية مقابل يعني مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلونهم على مبلغ مالي باهض الهيئة ضبطت حوالي ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار والشبكة تضم تخيلوا الشبكة تضم اساتذة وبالطبع يكون فيه اطباء يعني حنثوا بقسم المهنة بالشرف والامانة والحفاظ على حياة كل مريض ولكنهم يعني في الباطن بيسرقوا بيسرقوا يعني اجزاء او اعضاء هذا المريض تضم اساتذة واطباء واعضاء هاي التمريد واصحاب مراكز طبية ووسطاء وانه بالعام اصدر طبعا بسرعة التحقيق في وقاعة هذه القضية يعني ايه اكبر شركة دولية او لتجارة الاعضاء شركة وشبكة يعني دي تمثل شركة حد ذاتها لما يكون فيه اساتذة واطباء واعضاء هاي التمريد واصحاب مراكز طبية ووسطاء للمتاجرة باعضاء البشر يعني كم حالة في مصر موجودة من اطباء فاسدين او حتى عشان ما نقولش الكلام جزافا كم واحد في مصر موجود او تعرض لمثل هذه الحالة ده خل يعمل عملية لقدر له مثلا في المرارة او الكلا او حاجة يطلع يلاقي مليش حاجة في عضوه ما كانش موجودة او تسرقت يعني يخش يعمل حاجة يخرج بحاجة تانية كم حالة تعرضت وما هو الموقف القانوني في هذه الحالة هل هنا القانون بيحمي حقوقهم انه تم استغلال ظروفهم الاقتصادية ولا القانون هنا بيقول قاعدة الاساسية بتقول القانون لا يحمي المغفلين طالما انت ماضيت وارتضيت هذا الامر بهذا المبلغ حتى لو بجنيه فمانوش علاقة بالامر يعني طالما انت ارتضيت وماضيت على وراء فبالتالي اصبح الامر خارج اطار القانون ولا يتم معاقبة الجناه من اوله تجارة بعضاء البشر في حد ذاته جريمة اشبه بجريمة قتل النفس فلوس حرام مكاسب حرام حتى حتى لو كان الهدف انساني يعني بدون الاسئزان احنا عارفين في حاجة اسمها تبرع عارفين فيه جزئية اسمها تبرع بالاعضاء في حالة الوفاة او في حالة علاقة الحياة لو حد قريب او قريب او اب او ام يتبرع لابنه ده 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 امور متاحة واكيد القانون شرع ليها اه طرق واضحة ومستقيمة لكن انه يكون هذا الامر عبر الاتجار بشكل اه اه يمثل تجارة واستغلال ظروف اعتقد القانون هنا اه اه له وقفة وله عقاب كبير جدا بس اناوه على الصورة اللي احنا نشوفها وصول الوافد الكويت المشاركة في قمة الخليجية رقم 37 بالبحرين طبعا وصول صباح الامير الكويت يعني بشكل اخر يعني الامير الكويت يعني هناك حرص كبير جدا من الكويت على حضور كافة المشاركات والمنتديات السياسية وكذلك الاجتماعات العربية العربية وكذلك ايضا القمم العربية الافريقية والقمم العربية العربية وحتى القمم الخليجية طبعا دي القمة رقم 37 مجلس التعاون الخليجي واللي بتقام طبعا في البحرين هذه المرة واعتدنا انه بتبقى اجتماعات الى حد ما يعني مركزة في قضايا مجلس التعاون الخليجي وبالطبع مجلس التعاون يعني في امس الحاجة واشد الحاجة الى التوحد خاصة انه يعني العالم كله الشرق الاوسط وبالاخص في المجتمع الخليجي او حتى في القصص الخليجية العديدة كثيرة جدا يعني في هذا الظروف بتحتاج الى اجتماعات وتداولات كثيرة جدا زي ما احنا عارفين طبعا البحرين والكويت والامارات والسعودية والسلطنة عمان وقطر طبعا دول هم عدد الدول الخليجية اللي هم عدد المجلس التعاون الخليجي طيب القضايا اللي دايما متدولة وصول طبعا الامير الكويت القضايا دائما المتدولة في مجلس التعاون الخليجي يمكن هناك قضايا مستمرة تعد قضايا نقول كده من الحاجات المكررة في كل مرة اللي هو احنا بنتكلم على ايران بنتكلم على العملة الخليجية اللي في بعض احيان يعني كان ما بين قوسين اودنا انها يتم اقرارها ولكن كان هناك اعتراض من سلطنة عمان وهذا الامر اللي عطل المسيرة ان يكون في عملة موحدة مجلس التعاون كان يعني منذ نشأته قبل 37 الدورة 37 قبلها كان بيسعى او بيحاول يحتزي بالنموذج الاوروبي طالما هي دول بتملك الى حد كبير ثروات ثروات كثيرة جدا في يعني طبعية نتكلم عن نفط نتكلم عن الغاز فبالتالي يتم استغلال هذه الامور لكن دي مثلا من ضمن الامور المقررة اللي هو ايران السوق الخليجي الخليجي العملة الخليجية الموحدة لكنها امور يعني الى حد ما بتكون متغيرة حسب ظروف ما القضايا بقى اللي بتجد على الساحة كل شوية يعني فيه قضايا بتجد على الساحة يمكن احدث القضايا الموجودة في هذه القمة موضوع اليمن ويمكن اليمن مع طول نقدر نقول طول الازمة وخلي بالكو استعمال المصطلحات دقيق جدا جدا في هذا التوقيت حينما نقول الازمة اليمنية فنحن لا نتحدث عن صراع داخلي ولكننا نتحدث عن ازمة تسببت فيها فئة تريد ان يعني او فئة بتستغل من النحاء الارانية يعني تسير من النحاء الارانية فنحن نتحدث هنا عن صراع مسلح داخلي واستخدام المصطلحات شيء مهم ومحدد جدا عندنا في قوانين دولية بتتكلم على على نقاط عديدة جدا اللي يقولك مثلا لا ده صراع مسلح مسلح زي ما كان بيتم استخدام موضوع ده في سوريا وإلى الآن بيمارس مثلا في ليبيا يقولك صراع مسلح 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 وده المعطل الكثير من الازمات بما فيها اليمن بما فيها المثال الأقرب لحضراتكم عشان تعرفوا مثلا المثال الأقرب لبنان ووجود السلاح بيد حزب الله وحزب الله على فكرة من ضمن الأمور اللي أقرت من جانب مجلس تعاون الخليجي أنه يعني عناصر مسلحة وجماعات الراهبية طبعا ده ابتباعا بعد مع تابرته المملكة العربية السعودية جرت العادة أن يكون اجتماعات مجلس تعاون الخليجي إلى حد كبير يعني الحضور على المستوى الرئاسي يعني ما يمثله من رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة أو حالة ظروف صحية أن يكون رئيس الوزراء فبالتالي يعني الأهميتها القصوى وهي في العادة بتكون يوم واحد يعني مجلس تعاون الخليجي بتبقى في العادة يوم واحد جلسة ابتتاحية وبعدها بتبقى جلسة مغلقة وبعدها بيبقى فيه جلسة الختمية اللي بيتم الإعلان فيها والإقرار البيان الختمية وبعدها الختم والإعلان طبعا عن الجلسة القادمة ستكون فين بتبقى يعني جلسة مركزة عشان كده قلت في البداية أنه يعني دائما قمم أو مشاركات مجلس تعاون الخليجي بتكون مركزة لأنه بتبقى إلى حد كبير جدا يعني مجهز سلفا أو سابقا ما سيتم منقشته أو يعني الرؤى الواضحة جدا وطبعا يعني إلى حد كبير إلى حد كبير جدا يعني ما أشبه إلى حد كبير مجتمع مجلس تعاون الخليجي إلى حد كبير هناك تقارب وقل لما نجد خلافات وده أجمل ما في هذا يعني هذه الوحدة هذه الوحدة الخليجية أجمل ما فيها هي يعني المشاركة والتقارب في الرؤى حتى الاتفاق على بعض المواقف حتى وإن كان يعني يعني سلطانة عمان من أبرز الدول يعني بتخرج عن المصاري الخليجي إلى حد ما ولكن هناك بيبقى فيه تفاهم لو أنتوا فكرين يعني وقت كان بديفت ومواطع العالمية في مصر وقتها أو العربية العربية في مصر كانت سلطانة عمان لسه على علاقتها مع مصر يعني وقت وقيس على هذا الأمر يعني مثلا الموضوع الإيران مختلفة شوية بالنسبة لسلطانة عمان يعني باعتبر تقدير للخطر الإيراني طبعا بحكم الجوار إيران أقرب إلى الأمارات العربية المتحدة فكذلك دي كانت نقطة اختلاف نقطة اختلاف كبيرة أيضا كانت في موضوع العملة الخليجية الموحدة فبالتالي دي كانت نقطة اختلاف أخرى من سلطانة عمان أنه يكون هناك أو يدخل حيث التنفيذ وجود عملة خليجية موحدة فإلى حد ما منتخرج عن الصف ولكنه خروج مفهوم من قبل يعني بقية الأطراف في أعضاء مجلس تعاون الخليجي عدا ذلك هناك شبه اتفاق كبير جدا فيما يخص الجانب الاقتصادي من جانب مجلس تعاون الخليجي السوق الخليجية الخليجية من ناحية الدفاعية كله هناك اتفاق نذكر طبعا يعني ما حدث في البحرين من حوالي سنتين ولأول مرة استخدام قوات درع الجزيرة اللي تم استخدامها لبدافع طبعا صد ما كان يحدث في البحرين اللي تم استغلاله من الناحية الإيرانية بوازع عقائدي فتنة أو بوازع فتنة داخل البحرين اللي في هذا التوقيت تم استخدام لأول مرة قوات درع الجزيرة الخاصة بمجلس تعاون الخليجي على كل يعني بنرسل الحدث وزي ما قلت لحضراتكم اجتماعات قمة مجلس تعاون الخليجي بتبقى في العادة اجتماعات يوم واحد بيأتي الضيوف بالطبع هذا الدور المرادي على البحرين بيأتي الضيوف كلمة فتحية بعدين جلسة مغلقة بعدين الختام واعلان طبعا القمة السابقة جرت العادة كمان انه لا يتبع هذه القمة من الخليجية مجلس تعاون مؤتمرات صحفية يعني لا يتبعها مؤتمرات صحفية بالمعنى المفهوم المعتاد يعني يكون الامين عن مجلس تعاون يعني يتناول اسئلة بيأتي بيان الختامي والاتفاق على الرؤى وزي ما قلت لحضراتكم هناك موضوعات شبه مكررة اول موضوع هو الخطر الايراني والوقوف من جانب دول مجلس تعاون تجاه الاخطار اللي بتمثلها ايران سواء من ناحية السياسية او من ناحية الاخصادية او حتى من الناحية العسكرية ويعني ما ننساش انه الى الان ايران بتحتل تلات جزر في الامارات طنب الصغرى وطنب الكبرى والجزيرة الثالثة فبالتالي بيتم تكرار هذه المواقف المكررة تمام طيب الجديد كمان على هذه القمة عشان اقول لحضراتكم انه بيعني بيحضرها ممثلين دوليين بنتكلم عن من عامل المتحدة او ممثل عنه بنتكلم على يعني منظمات منظمات الوحدة الافريقية برضو او من يمثله لكن الحديث ايضا هي دعوة شرفية لرئيسة الوزراء البريطانية اللي هكومة وجودة في هذه القمة تريزا ماي وده بيعد تحول كبير جدا حضور رئيسة الوزراء البريطانية لكنه في بعض الاحيان ليست امام بريطانيا فرصة بعد البريك ريكست او او الزلزال اللي احدثته بريطانيا بخروجها من الاتحاد الاوروبي فبالتالي بتبحث عن مصار انفرادي في تجارتها واقتصادها وليست هناك اجمل من هذه الفرصة السانحة لرئيسة وزراء بريطانيا لالحديث مرة واحدة امام عضاء مجلس تعاون الخليجي من يمثلوهم طبعا في قمم طبعا احترمنا وتقدرنا لالأمراء واصحاب السمو والملوك مع احتفاظنا بدون تقليل من ذكر الاسماء قبل الاسماء ولكنها امور بتأتي تبعا حسب ما يعني تأتي الينا الصور فبالتالي بنذكر من امام المشهد على كل على كل حضور مهم يعني هذه القمة بتمثل قمة فارقة لسبب اول اسباب هناك القضايا للمواقف المكررة ربما من ايران خاصة ايران بعد الاتفاق يعني هذه القمة الخليجية تأتي بعد بعد ما تم الاتفاق الايراني الامريكي اللي هو خمس زاد واحد الخاص به طبعا مشروعية البرنامج النووي الايراني اصبح مشروعا ولكن بشكل منظم تحت اعين والرقابة الدولية والاممية فبالتالي هذا هذا الامر يزيد من مخاوف الخليجية تجاه ايران ربما ربما وجود عقوبات على ايران كان يقلل من يعني سطواتها الى حد ما على القطاع الخليجي بشكل كبير وبعد ان ايضا اختفى رأس الحرب التي كانت دائما صد حائط صد امام دول مجلس تعاون الخليجيين لايران العراق يعني برغم المشهد العراقي اختفى عن الساحة وبرغم انه لم يعد موقود بشكل كبير لكنه كان بين الحين والاخر يمثل حق صد اولي تجاه الطموح الايرانية يكفي ان ايران طالما تتحدث وتقول انها تتحكم في اكتر من عاصمة عربية المثال الواضح لبنان حزب الله المثال الواضح ايضا في اليمن في الحوثيين وصالح اعداء الامس اصدقاء اليوم وفي العراق طبعا دورها واضح بشكل كبير جدا بدليل يعني تكالب العالم او الذهاب الى العالم كله لمفتاح حل الازمة في العراق عبر ايران يكفي اذا ضفت انت الوضع في سوريا اكيد هتزيد الامور تعقيدا مرورا بقى بغزة والولاء الى ايران ده غير بقى انه على وجه الخصوص البحرين كانت في اكبر الازمات مع ايران لدرجة انه من عامين تحديدا في عام لا اكتر من عامين في 2010 2010 تحديدا اعلنت ايران ان البحرين احدى المحافظات المكملة لها الامر الاثار حفيظة مصر العالم العربي ودول مجلس تعاون لدرجة ان مصر قامت بالزيارة لتاني يوم هذا الاعلان الى المملكة المحرين وده بيقول حاجة بيقول انه الامن القومي العربي بمفهوم الكبير والامن القومي الخليجي بمفهوم المحدود لدول مجلس تعاون الخليجي هو في عمق الامن القومي المصري بمعنى انه تواجد اي اخطار انا بقول اي خطر هجوم اي خطر هجوم على هذه الدول فهو يمثل بشكل او باخر اعتداء على الامن القومي المصري بمفهومه الخاص ف وبتأكيد الامر ده تم التأكيد عليه اكتر من مرة وفي اكتر من مناسبة وفي اكتر من سياق في اكتر من يعني لقاء تم الاعلان عن هذه المواقف بشكل كبير وعلى فكرة قد يعني يعني يعتقد البعض انه ان كان هناك بعض الخلافات او اختلافات في وجهات النظر السياسيين يفضلون هذا المصطلح دائما ما يقولوش خلافات يقولو اختلافات في وجهات النظر او الرؤى عموما ان كان البعض يرى ان هناك اختلافات في وجهات النظر فيما يخص المملكة العربية السعودية ومصر فهي أمور تبقى يعني في مكانها فحيزها لكن لا تتشعب وتنعكس على مواقف أخرى يعني والأمر ده تم التأكيد عليه بعد مثلا قصة أرامكو والغاز والمصر والبترول وغيره فلقصة أقوله إن في أمور بتقبل الخلاف واختلافه وغير النظر وفي أمور لا تقبل الأمن القومي المصري بعمقه الداخلي والأمن القومي المصري باتساعه في المحيطه الخليجي لا يقبل الاختلاف ودي من الأمور كل العرب متفين عليها كنا نتمنى أن يكون هناك قوات جيش عربي زي ما حزس في العام الماضي في 2015 لما تكلمني عن نقطة القومة العربية وكان هناك إلى حد ما شبه اتفاق أو شبه نية لموضوع قوات عربية موحدة ولكن الأمور تعثرت في الطريق ونسبة وقتها هذا التعصر أو هذا الاختلاف كان وقتها للجزائر وطبعا الجزائر ليس الاختلاف على المضمون ولكن اختلاف في الشكل بمعنى حسب الدستور الجزائري الذي بيحضر خروج أي جنود من الجزائر يعني دي أمور ودي أمور بتحتاج تغييرات طويلة يعني تعديل دستوري بيحتاج تغييرات طويلة واستفتاء وغيره وطبعا الجزائر ما مرت به وبلد المليون شهيد شعب محترم وقدير فبالتالي عانى ما عانى يعني عانى كثيرا جدا من الشهداء وغير الأمن إلى آخره عموما هذه القمة نتمنى بالطبع لأشقاءنا في الخليج كل التوفيق لها وأن يكون قررتها على قدر المستوى من الأزمات اللي بيتعيشها المنطقة نتكلم على إيران ده يعني نقول فصل مكرر كلمنا على العملة الخليجية من ناحية الاقتصادية ده برضو من ضمن الأمور المكررة السوق الخليجي الخليجي ربما يكون هناك مواقف سياسية وطبعا يعني لسه كان رئيس سيسي كان موجود في الإمارات يعني كما يطلق عليه رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان النهيان مؤسس ورئيس دولة الإمارات الأسبق كان يضعي يعني من كلماته الشعيرة يعني لا أمنة للمنطقة بدون مصر والأمنة لمصر بدون المنطقة فبالتالي كان بيعد هناك لهذه القمم دائما لها كبير يعني بعد الشيخ زايد رحمة الله عليه كان الملك عبد الله أيضا رحمة الله عليه المقفول له بإذن الله تعالى فبيعدل هذه القمم كبير كبير يعني كبير هيئة ومنصبا لكن الكل سواسية يعني للمجتمع الخليجي ديموقراطية خاصة شعر البعض ما يعتقدش إنه كأصحاب صمو أو ملوك أو أمراء أو أو رئيس دولة أو مثلا في الكويت زي مثلا يعني شوص باح برضو رئيس الدولة بيعتقد إنه ديموقراطية مغيرة لمجتمع الخليجي ودي بتحتاج حلقات طويلة جدا على فكرة ليه ديموقراطية خاصة بتاعته يعني مثلا إنت شايف مثلا في الإمارات الإمارات دي إتحاد فدرالي إتحاد فدرالي بين سبع إمارات والتاريخ يذكر إنه كان دولتين هيخشوا في هذا الاتحاد يعني كان يبقى وتسع إمارات تعرفوا مين البحرين وقطر كان يكونوا ضمن الأمارات العربية المتحدة ده سنة 71 ده في التاريخ يعني وده بيحتاج إلى يعني شرح طويل جدا ونميكي الحلقات عن ديموقراطية الخاصة بالإمارات طيب بيقلوا لي بس أدخل في الأخبار يمكن أنا إيه زودتها شوية في موضوع القمة طيب ربطا بالأمر اللي كنتم نكلم عليه والسياسة يعني إلى حد ما سياسة القلق من إيران والأمن والأمن القوم المصري والأمن القوم الخليجي والإرهاب الإرهاب اللي طبعا يعني إحنا يعني في سلسلة طويلة جدا وطالما يعني حضرنا نقاشات وحضرنا ندوات وحضرنا أيضا لقاءات ربما تكون لقاءات مذاعة وغير مذاعة لحديث وشرح المواقف المواقف بما يمسلوا هذا الإرهاب مقتل ثمان عناصر زي ما تشايفين كده وتفجير مغزن العبوات النسفة بشمال سينة بنوسط شمال سينة اللي هما الشيخ زوعد ورفع وطبعا الثماني من عاصر الإرهابية دول واربع من المتعاونين مع هدري عناصر من بينهم شقيق أحد الكوادر التكفرية الخطرة المطلوبة جنائيا شقيق أحد الكوادر الخطرة المطلوبة جنائيا كما تم القبض على ثمانية من المشتبع بهم وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية خلال سلسلة مدهمات استهدفات الجيوب والبؤر الإرهابية طبعا اكتشاف العديد من المخازن للعبوات النسفة المعدة للاستهداف وبرقبة قوات انفاذ القرور وخلينا في أكثر من نقطة عايزين نتكلم فيها في هذا الظرف أعتذر أنه مثلا أرجوك يعني لازم تاخدوا بالكم من المصطلحات يعني المصطلحات دي لها الدلالة الدولية الدلالة الدولية قوات انفاذ القانون لسه من شوية كنتم أقول لحضراتكم نقطة موضوع صراع مسلح صراع يعني قوات انفاذ القانون استخدام المصطلحات في هذه البيانات وفي هذا التوقيت له الدلالة الدولية عشان محدش يجي يقول لك مراقبة دولية وفيه صراع مسلح فاكرين طبعا حصل من 6-7 شهور لما جي خد مدرسة مدرسة وجامع وقال لك أنا هرفع الرأي ودول احنا هنعمل أولاية وحاجات من دي يعني فمجرد طلع تيراني جوي خلاص الدنيا يعني هرب كله هرب فبس نقطة انفاذ قوات انفاذ القانون نقطة استخدام المصطلحات وانا بوجه كلمتي هنا لكل المواطنين المصريين وكذلك ايضا العرب او ان كان طبعا اللي بيشاهدنا يعني برا محيطنا العربي عموما كلمة انفاذ القانون وده مهمة جدا معنى ايه انفاذ القانون يعني انفاذ القانون يعني قوات نظامية تتبع الدولة قوات نظامية تتبع الدولة مقابل عناصر اجرامية مقابل عناصر اجرامية ارهابية تكفيرية ايا كانت سميها خرج عن النظام خرج عن سياق الدولة خرج عن وحدة الشعب المصري خرج وهكذا استخدام المصطلح الصحيح دوليا يعني يثمن او لا يغني من جوه يعني يا اما يضعك في المكان الصحيح الصحيح دوليا وعالميا واما انه يعني انتركت الامر فارغا انتركته فارغا بيتم استغلالك بشكل كبير جدا ليبيا مثلا يقوله صراعات مسلحة من قوة مسلحة والان تغير الموقف بعد ان مالت الكفة الى قوات الجيش الليبي طبعا من زعيمة مشير حفتر فاصبح لناك استخدام جديد جدا انه قوات انفاذ القانون دلالة كلمة قوات انفاذ القانون معناها انها هي القوات التي تتبع الدولة التي هي تسيطر على كل اجزاء الدولة كل اجزاء مصر مسيطر عليها ولكن هناك قوات اجرامية اجرامية لا تطبق القانون او ترفض تطبيق القانون فبالتالي هنا المعنى واضح فانت تواجه ارهابا ارهابا مقابل قوات انفاذ القانون وطبعا احنا بنحقي طبعا العبيد محمد سمير على استخدام المصالحات النقطة التانية عايز اقولها في موضوع سينة عشان الناس كلها كل شوية تستمع الى يعني هتقول كل شوية السيناريو بيتكرروا فيه ناس ولا زلك يعني ما تمثله في سينة او في شمال سينة تحديدا ده بيمثل حوالي 5% من مساحة سينة شيخ زوايد رفع 5% واحنا عارفين انه بيتم شغل على الشريط الحدودي اللي هو ربما يوصل لكيلو الشريط الحدودي يوصل لكيلو وطبعا طبعا تم تفريغ الاماكن من البيوت وتم وضع تعودهم او تعودهم ببانازل تانية وده يعني في ايه طبعا القوات مسلحة والتعامل معاه اللي انه بيمثل 5% بس من سينة مش سينة كلها 5% وطبعا التواجد الامني ده هو ده خلي بالكم مش بس انا بواجه ارهاب وتكفريين واجراميين ها وفي النص كده بشوف ناس تهريب خلي بالكم في النص ديس انا ايجي لموضوع الانفاق في النص كده تهريب يعني الموجودين دول يا اجرام يا تهريب يا تجار تجار لان بقاء الوضع بهذا الشكل بيسمح للمهربين انه يستغلوا الصورة بالشكل الاكمل احنا طبعا بنتكلم على الانفاق اللي بيتم طبعا اكتشاف كل واحد تلو الاخر كل يومين 3 و يعني اللي عايز اقوله انه يعني هادي الانفاق مع توجودها بهذا الشكل يعني اللي هده خيالون فيه انفاق مثلا ممكن تدخل تريلا يعني تراك عربية كبيرة جدا يعني ضخمة يعني وانه البعض كان بيخسر قد ايه من التربع فما عندوش مانع من الارباح اللي ادفعها او اللي اكسبها الفلوس انه يستغل عناصر مرتزقة زي دول عشان يهددوا القوات انفاذ القانون في القوات المسلحة وما يجوش النحية دي فبالتالي هو يستفيد عرفت الموضوع ماشي ازاي القصة ماشي ازاي انه فيه اجرام وتجار اجرام وتجار ربما التجار استغلالهم لهذا المشهد للصورة دي في مصلحتهم استمراره او عدم الاقتراب القوات المسلحة او السيطرة الكاملة لها وتوجودها فبالتالي بيستغلوا مديا وخلي بالكوا انه او بيستفدوا مديا خلي بالكوا انه يعني لا تخيلوا مدى المكاسب اللي اتأثرت او الخسائر اللي اتأثرت بها التجار الموجودين يعني البعض منهم كان بيصل يعني دخلوا اليومي مليون جنيه تعالوا تفرق طبعا المعلومات اللي اولا حضاركم دي مسوق منها يعني دخل الواحد التاجر من النفق كان بيوصل لمليون جنيه في اليوم مليون جنيه مش معقولة بقى مش هيدتع فلوس عشان يجيب مرتزقة مجرمين يعني فاكرين اعتقادا انهما يرهبوا القوات المسلحة يعني فاكرين اعتقادا يعني يعني معتقدين هذا الهبل اللي هما عايشين فيه يعني فطبعا السيناريو قديم بقى توحدة اهدفهم مع مع الاخوان اللي هما بالنسبة لهم الجيش المصدع عقب وهكذا يعني عارفين اول جيس زي والقصة مستمر فليه الموضوع ده بيطول بيطول لان فيه تجار كانوا بيستفيدوا من الانفاء اللي هي تم اغلاقها فالتجار دول يستخدموا الارهابين والمرتزقة الموضوع مالوش دعب الدين خالص خالص بيستغلوهم فبالتالي بيدون فلوس عشان خاطر يحربوا او يموتوا نفسهم او يزرعوا عبوات خسيسة زيهم عبوات نصفة طيب طيب ماشي اوكي ده القوات المسلحة واحنا كنا عايزين بس يعني نحاول نرجع بس لموضوع رقابة البشرية ده او رقابة الاعضاء البشرية دي عشان عايزين يعني نستفسر على القانون على اقل يعني طبيعة هذه الشبكة وازاي يعني تم استغلالها وازاي عملية القبض عليها ده مهم جدا ده وقت الساعة ده قضية الساعة يا جماعة يعني قضية الساعة انه في كل في بعض الاحيان البعض بيعتقد ان الظروف الاقتصادية هي المدخل المدخل اي شيء بيتم استغلاله انا بس عندي معلومة كمان وصلتني دلوقتي انه وزير الصحة عمد الدين اعلن انه سيتم كل الاسماء او كل المساشفيات اللي ورد اسماءها في هذه الشبكة شبكة اكبر شبكة في مصر بتاجر بالاعضاء وزير الصحة سيصدر قرار باغلاقها مباشرة تاني فكرة اللي بيتجروا بالبشر زي اللي بيواجههم كده الجيش مجرمين مجرمين عايز اقولوكو بس الشبكة بتضم مين عشان انتو ستفاجأوا بتضم اساتزة واطباء وعضاءها ايه التمريد واصحاب مراكز طبية ووسطة قد ايه الفساد متغلغل والتربح الرخيص حتى ولو كان على دماء سهل طب يأكلوا الناس دي بتأكل ازاي يعني بتبلع اللقمة ازاي بتحس ازاي ده يعني الواحد ممكن يقعد جعان وما يكلش ولا انه يجرب حاجة حرام ده معطاقة دي يعني ممكن واحد بالنسبة لي مش فرق معي يعني يسرق على عموم على عموم أنا لو نسيب الحاجات دي ونروح لحاجات ايجابية كبيرة جدا ونقدر نقول ايجابية بشكل كبير لان احنا بننتظر الانعكاس لها قوي على السوق الداخلي المصري البنك المركزي الصيني النهاردة وقع الاتفاقية ثنائية مع البنك المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان للتبادل عملات لأجل 3 سنين 18 مليار يوان لتبادل 3 سنوات بنك الشعب الصيني او البنك المركزي اللي عندنا يعني اليوم وقع على موقعه الاكتروني قال الكلام ده ان الخطوة بتهدف للتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين من جانبه اوضح البنك المركزي المصري انتفاق يمكن تمديده موافقة الترافين في يعني ذات السياق البنك المركزي المصري اعلن لاحتياطي بتاعنا ارتفع لـ 23.5 مليار دولار بنهاية هذا الشهر نهاية نوفمبر اللي احنا عدناه مقابل 19.4 مليار دولار ده كان في شهر اكتوبر بنسبة ارتفاع بلغة 21% وكالة بلومبرج الامريكية لما نقول الصين وتبادل عملات طبعا يعني هيقلق الامريكان على فكرة ايه القلق بنمثله الامريكان في النقطة دي القلق ان وجود تداول لعملة غير الامريكية كالي بالكم القلق هو وجود تبادل لعملة غير الامريكية الدولار ده اللي بيرفع قيمة اي عملة يعني رفع قيمة اي عملة يكون فيها عليها طلب ده واضح جدا فانت لما فيها عملة متفق عليها دوليا ان التعامل فبالتالي العملة دي عمره ما تنزل دايما في صعود دايما في صعود وعشان كده وفتكروا كلمة دي عشان كده لسه الامريكان بيحربوا واي حد هيهوب ناحية تغيير النفط بعملة تداول من دولار امريكا هتنسفه لانه انت ده قوتي ده اكلي ده عيشي انا باكل بسترزق بالنقطة دي وجود عملة متداولة دوليا ده بيرفع قيمتها وانت مغمق فبالتالي الامريكان لن يعني يتهونوا في اي عملة يتم التداول بيها في النفط تحديدا النفط هو عصب الحياة دلوقتي عصب التنمية عصب الاقتصاد في معظم البلدان عموما وكالة برومبينج بلومبرج الامريكية قالت ان احتياطي مصر النقدي ارتفع الاعلى مستوى منذ خمسة عوام في نوفمبر هذا نوفمبر الماضي بعد ان حصلت الدولة على قارة صندوق النقدي الدولي والمقردين الدوليين منهم وصل 23.5 مليار دولار مقابل 19.4 ده كان في اكتوبر اللي فات بنسبة 21% طيب عايز اقول لكم بس سعر الدولار الامريكي بيساوي 6.87 يوان صيني وسعر الليوان مقابل الجنيه الليوان الصيني بيساوي 2.53 قرش للجنيه المصري طيب ما يعترفون دلوقتي دكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي تحياتي يا دكتور انا مسهلا بحضرتك بشكرة جزيلا على المدخلة طبعا موضوع الليوان وموضوع البنك المركز والاتفاقية اللي ممكن يعني يتم تمددها هي ثلاث سنوات يتم تمددها متى يمكن ان نرى انعكاس هذه الاتفاقية على الاسواق وعلى الاقل انخفاض الدولار في مقابل طبعا صعود الجنيه المصري ويعني نقول تواجد لي عالمي وان كان مقصورا على الصين دلوقتي مقصورا بص حضرتك انت لك حجم تبادل تجاري مع الصين نتيجة انه غير يعني مش كله تابع الاقتصاد الرسمي رقم غير دقيق لكن الرقم لا يقل عن 9 مليار دولار سنويا وفي بعض الاراء اللي بتقول انه بيصل الى 12 مليار دولار هذا الرقم لو قصته عليك حجم وارداتك اللي هو الطلب على الدولار برضو نفس المعلومات انك انت في المتوسط وارداتك 70 مليار دولار سنويا اذا انت بتتكلم على يعني علاقتك بالصين او تجارتك مع الصين تمثل 15% من حجم وارداتك لو انت دلوقتي هتستورد من الصين بعد من اتمامت هذا الاتفاق بالاوان الصيني معنى كده ان طلبك على الدولار هيقل ب15% اللي كنت بتطلبهم عشان تمول التجارة بينك وبين الصين ده لنعكاس على المدى الطويل او المدى المتوسط في علاقة الجنيه المصري بالدولار اه طبعا لان الطلب هيخف بالزبط بنسبة خلاص مزبوط هنا بقى لما تيجي تقول لي الانعكاس على مستوى الاسعار في الداخل تمام ده المفترض المفترض ولكن اكرر ان ده ما بيحصلش ان ده يبقى له تأثير ايجابي لان حضرتك المفروض ان سعر الدولار هينخفض بنسبة ما ما بنقولش انها مغونة واحد يعني هينخفض ب15% هنقول انه هينخفض يعني او هيتحجم زيادته لان فيه عوامل بتدفعه للارتفاع وهيبقى ده حامل من عوامل اللي بتحد بالارتفاعه المحصلة النهائية لسعر الدولار في مواجهة الجنين المصري تتوقف على نتيجة الصراع بين الحوامل اللي ترفع الدولار لفوق والعوامل اللي بتحجبه زي انخفاض الطلب نتيجة ايه اتفاق الايوان ده مثلا وبالتالي انا اتوقع المسألة يعني مش هو بس الايوان العنصر المؤثر انخفضت الطلب على الدولار هيوما في عوامل اخرى بتؤدي الى زيادة الطلب على الدولار منها عوامل اقتصادية ومنها عوامل مرتبطة بالاقتصاد العالمي ككل ومنها عوامل داخلية نتيجة المضاربة ووووو تمام تمام وبالتالي ما نقدرش نقول ان ده معامل اغتباط واحد يعني ده يزيد الطلب هيقل ل 15% فسعر الدولار يقل لف مصر 15% لكن هذا مؤشر في الجانب الايجابي لتحجيم سعر الدولار نقدر نقول كده يعني ده عملية ايجابية اه طبعا تؤثر بنزلة 15% هالطلب على الدولار نتيجتها ايه ده موضوع اخر لكن بدونها من المؤكد النتيجة كده هتبقى اسوأ صح لصالح الدولار في مواجهة الجنيه المصر اه يعني اذا ما شفناش جانب ايجابي في ناحية سعر فهو الجانب ايجابي في انه كان ممكن السيناريو يكون اسوأ اه طبعا مما هو حصل الان اه بالزبط ده اللي انا هيقوزه للناس ده الكلام الصريح اللي يتقل للناس اه انما مش تقولي هو ايه اللي حصل لا ايه اللي ما حصلش بالزبط ايه اللي كان ممكن يحصل واحنا تفادينا اه طبعا تفادينا حدوث اكيد ايجابي في صالح اه اه ان لم يكن انخفاض سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري هيبقى ايجابي في صالح عدم ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري والله انا مش عارف اه اه يعني اه اسألك السؤال ده ولا يا دكتور يعني السؤال طب ايه ايه المانع ان انا اجيب كل حاجات من الصين بص حضرتك لا هو يعني انا كده مش احتاج الدولار خارص اه مش احتاج الدولار خارص مهما حضرتك اه 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 لو تتذكر بس عشان افكرك تمان انت اضغير يعني سنم طبعا مش مقام لا يا رئيس ده نبير والله هو عجوز بس يعني ايام ما كنا ايام عبدالناصر اه ربنا ديكتونة الصحة والعمر يا دكتور ربنا كنا بنتعامل مع الروسيا اه والكتلة الشرقية مش كده اه تحاج فيتي اه اه وبالتالي ما كناش لا بنستورد من امريكا ولا من فرنسا ولا من انجلترا يعني حكاية ان احنا لازم نستورد زي ما انت بتقول اه ده كلام كله اه لمصالح خاصة لكن انت المعارضة ما اتزعلش مني لك اسواق بديلة للاستيراد ولك اسواق بديلة للتصدير وعلى رغم من ذلك لايه نفسك الايه رايح تصدر للاتحاد الاوروبي اللي هو اقصى قيود واعلى جودة واعلى اشتراطات سايم قصدي حضرتك في حين ان احنا في نفس الوقت انا ممكن اصدر لأفريقيا يعني بسرط كده وافريقيا يعني المسألة اذا اه مش مصلحة قومية لما مصلحة افراد لكن زي ما انت بتقول ايه اللي يمنع ان انا استورد من روسيا وايه اللي يمنع ان انا استورد من الصين واعمل اتفاقات بالغروب المعروسية او بالصين بمعنى انا مديش للناس الحاجة او الدراع اللي بيوجعني يمسكوني منه يعني انا بالزبط طيب زي برضو السياحة زي السياحة انا عرفت ان الجلطرة هي اللي متحكمة في الفيلم ده خلاص ادور بقى على مصادر اخرى للسواح انما افضل انا يعني هنا في حاجات حضرتك على ما تستفهم هل هي نتيجة عدم كفاءة عدم رؤية واضحة هل هي المغرضة هل الناس دي لهم مصالح مع الدول اللي هم مصررين مصررين على التعامل معهم اضيف يا دكتور هل في محتكرين لسلع معينة فبالتالي مصرر عبارة كلها حبرتك عن بقى لاش كلمة محتكرين دي كلمة محتكرين دي كلمة راقية حد دي هم قول مصرر عبارة عن مافيات عصابات حبرتك في كل سلع وزا ما قلناش كده يبقى بنتحك عن الناس وما منح تاني مهمش حضرتك الحقيقة عصابات مافيات لا تعبق للمصلحة القومية ولا تعبق لحل المواطن هي كل ما تعبق لي أن تزداد طيب يبقى رقابيا يشتغلوا ايه خلي صوتك نعمل دورنا يا دكتور نعمل دورنا يعني دايما نقولوا الاعلام بنحب نسمع من الاعلام أن يكون صوت الناصح لنا والموجه ايه الدولة تعملوا كرقابية في موجهة يا باشا الموضوع ده احكام الرقابة على الأسواق والأصعام هتكلم تاني من فوق من فوق من تاجر اللي فوق اللي بيستورد ولا من تحت اللي بيبيع لا لا ديها واحدة بس حضرتك ما فيش حد يقدر يمارس فساد إلا إذا كان فيه تواطق معه من مسؤول حكومي يعني أنت لما تيجي تخذب مش لازم حد في الجمارك يكون مرتشع عشان يدخلك يعني أنا ما قدرش أخذ فيها لأنني ما عنديش معلومات فيها وانا بنحب بدايب نقول أمام الشاشة الحاجة اللي فيها يعني يقين تمام تمام أنا أكلمك على اليقين كل معادلة لها طرفين مش كده تمام لما أنا دخل بضعة فاسدة مش في حد سمح لي أدخل الفاسد يعني لما حد يبيع بأسعار فوق الأسعار المنطقية يعني أنت أصدك أن أنا يعني طالما أنا ليا بضعتي وبدقلها بأي طريقة كان أزيد في سعرها بحيث أعوض خسارتي أو أعوض في نفس الوقت التمن اللي دفعته عشان أدخل بضعتي ده ده في أي مجال عايزة أقولك أنه التاجر ضعيف إذا لم يكن هناك من يتسطر عليه من من يملك التسطر طيب أنا بأسألك برضو يا دكتور من فوق اللي بيجيب مستورد ولا من تحت اللي بيبيع يعني أنا عشان بس الناس تفهم احنا بنعمل رقابة صحة عشان نعملها نعملها صحة لا عشان نعمل بس حابرتك جهات انفاذ القانون جهات الرقابة تحتاج إلى رقابة في نصف بس ما حديش أكتر من كده الكلمة دي واضحة جدا يا دكتور شريف وأتمنى أن احنا من خلالك ومن خلال دورنا هنا كأعلام نقوم بدورنا في تبصير وإضاحة صورة للمسؤولين وعلى توجيه مجهودهم للناحية الصح إن كانوا في حاجة أنا أعتقد أو بفترض يعني إن عندهم الجانب الصح إن كانوا محتاجين إلى توجيه للجانب الصح طيب سؤال تاني يا دكتور سؤال تاني أخير أنا دلوقتي عندي ناس معلش عشان الناس دي بتسأل وخاصة الناس اللي شغلها وقف مع الدولار وعلى فكرة ده جزء كبير جدا من الناس اللي بتستورد على فكرة إحنا عندنا زي ما أنت عارف يا دكتور فيه اقتصاد غير مباشر في مصر بيمثل 70% اللي هي المصانع حاجات دي وسعب بتستورد حاجات من الصين أنت بتتكلم من لبس لحد تليفون لحد كل حاجة هل بالاتفاق ده أنا هنا بفتح للتجارة الحرة موضوع الاستراد ولا بحصوره في إطار البنوك يعني أنا دلوقتي لو واحد بيستورد حاجة عشان تصنيع حاجة معينة مثلا وليكن أحزية أو اللبس أو حاجة هل أنا بيتم توفير العملة ليه باليوان ولا إيه بالزبط بص يا حضرتك أنا المفروض أستغل هذا الاتفاق لإدخال المنظومة الغير رسمية اللي أنت بتتكلم عليها في النظام الرسم إزاي؟ إنها تستفيد من هذا الاتفاق إنها تحصل على اهتياجاتها للاستيراد هي دلوقتي بتشتغل تقولك أنا لو رحت البنوك هتكشف إذن الإجراء ده لابد له من إجراء مكمل حضرتك أي واحد بيمارس نشاط غير رسمي اتضح أن هناك تكلفة أنت بتتحملها زيدة بتفضل غير رسمي بالزبط بتكرمش حاجة وتحطها في إيد ده وترشي ده وتعمل ده هذه التكلفة تبلغ حوالي 10% من أرباحك ده الدراسات أثبتت كده لو أنا من مكان مصلحة الضرائب أجي للناس اللي هي الـ 70% اللي أنت بتقول عليهم من الإقصاد اللي هو غير رسمي أشجعوا على الدخول في المنظومة الرسمية للحصول على الإيوان كدافع وأدي له تحفيز أقول له أنا هفرض عليك ضرائب لمدة خمس سنين 10% من غير درايب لا هفرض عليك 10% اللي هي التكلفة أنت كده كده كنت بتدفعها اللي كنت بتدفعها الراجل هنا ما بين إنه يبقى شرعي وما بين إنه يبقى حرامي وبيستخبى وبيكرمش وتحت رحمة ده مفيش خسارة لي وفي نفس الوقت فيه مكسب اللي هو إنه يقدر يروح البنوك النهاردة وياخد الإيوان ويقدر يصحح مواقفهم ماشي أيوة أنا يعني الدولة مفترض بطريقة دي تشجع الناس اللي بتشغل اقتصادي الغير رسمي وإنها توفلها لعمرة الإيوان عشان يجيب الحاجات اللي بتيجي من الصين عشان في الآخر كده ما تبقاش غالية عشان ما يقولكش أنا بجيب الدولار لا أنت بيجيب دلوقتي بالإيوان ما أنت خب بالك لو ما دتلوش إنت هيعمل إيه هيروح السوق السودة عشان يجيبوا الدولار بالذب والنتيجة إنه لو راح السوق السودة السوق السودة طالما هي موجودة هتأثر على المعاملات الاقتصادية اللي في البنوك الرسمية إذن إنت الفكرة إيه السوق السودة بتنشأ إنت افهمني بتنشأ لما تروح مستورد للبنك يطلب دولار بنيش بالذب إذن إنت من مصلحتك إنك توفق الدولار للإيوان للجميع لعدم خلق ضغوط على وجود سودة وأسعار وسعرين للعملة تاني في السوق المصري أنا بشكرة جزيلا يا دكتور شريف دمرداش طبعا خبيل اقتصادي شكرا جزيلا يا فندم حس اقتصاد يا جماعة دي حس اقتصاد بس عايز عشان بس يعني أقول لكم إزاي الموضوع بيفرق قوي هقول لكم بالطريقة اللي تفهموها أو تفهموا مني صح قوي أو بأسرع لما أقول الدولار الأمريكي مقابل اليوان بستة فاصل سبعة وتمانين يوان صيني سعر اليوان مقابل الجنيه باتنين جنيه فاصل تلاتة وخمسين يرش تخيلوا بقى يعني انت بتتكلم على حاجة يوان صيني جنيه مصري باتنين جنيه تلاتة وخمسين يرش بتتكلم على دولار برسمي شبيرسني سبعتاشر تمنتاشر الله أعلم في السوق السودة وصل لك هيا معرفش بس شوف بقى فقال السعر قديه من اتنين جنيه ونص تلاتة جنيه سيدي تلاتة جنيه هل هي الحاجة اللي أنا بستوردها بسعر تلاتة جنيه وضيف عليها درايب أو غيره بشكل رسمي معرفش توصل لك أربعة جنيه وخمسة جنيه هل هيكون حاجة زي اللي بستوردها الحاجة اللي الدولار فيها بـ 18 وانت طالع شوفها هكيوم فرر في الأسعار أنا عارف إن فيه ناس تقول لا اللي بيطلع ما بنزلش اللي بيطلع ما بيرخص اللي بيغل ما بيرخص فلكن دي خطوة عموما دي خطوة كويسة جدا 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 ممتازة جدا أنا أكسها على على السوق المصري الداخلي ل trend بيسموه الاقتصاد المباشر الاقتصاد المباشر ده اللي هو الراتب أو اللي بيأخذوا الموظف يجيبه أو الحاجة اللي بيأخذها بشكل بوتيرة مستمرة اللي هو الاقتصاد المباشر أنا أكس الأمر على الاقتصاد المباشر فيما يخص بنقصين السلع اللي بيتم استرادها من الصين أكيد إنعكاس كبير ومهول وإحنا منتظرينه لأنه يعني مش بس إنعكاسها في موضوع أسعار أو غيره سواء سلع استهلاكية أو غذائية أو حتى سلع طرفهية بعض بيسميها كده أو استفتازية لكنه بيفيد في حاجة تانية بيدي أمل أمل لشباب أنه يستغل هذا الوضع ويبتدي يخش مشروع بقى أو يفتح حاجة تخيلوا بقى من ضربة واحدة باستفيد بأكتر من ثمرة بحصد أكتر من ثمرة من ورقة في الجزء الواحد منعكاس على أسعار تخفيض سلع دخول إقصاد غير مباشرة تحت مضلة ضربية للدولة بدون طبعا ما يكون في تكلفة زيادة رابع حاجة ودي الأهم فرص عمل تشجيع العمل الحر للشباب طيب هنقف دلوقتي الموجز وبعد شوية هنرجع نكمل حضراتكم نتكلم على قضيتين مهمين جدا موضوع زيارة الرئيس السلوفيني لمصر وبالطبع لن نغيب عن المنامة عن البحرين عن الدورة 37 لمجلس تعاون وأكيد أكيد مصر إن لم تكن حاضرة فهي موجودة بذكرها وبقضاياها وبنفوضها وبشعبها موجز الأنباء لأهم مؤخر وأحدث الأنباء مع مهد فضاليا مهد أنا أشكرك يا أيمن شكرا جزيلا وأهلا بمشاهدين الكرام في وقفة الثانية ظهرا